السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة الحلقة اللي بقالكم فترة طويلة بتطلبها مني وفي بعض الناس دايما متعودة على الاستعجال في إصدار الحلقات لما أي موضوع يطلع يقف كده على دماغك يقولك اعمل لنا حلقة الوقتي ولو ما استجبتش للطلب أو كنت متأخر أو أي حاجة يقولك متخازل متأمر والمسائل اللي انتو عارفينها دي وانا يعني بحب أقولك في بداية الحلقات ان في بداية الحلقة دي انتو متعودين معايا دايما أنا مبتكلمش في موضوع معاكم إلى لما كنت بحثت فيه واشتغلت فيه ما بتكلمش بالعطفة موضوع بتاع قضية فلسطين وإسرائيل من أكتر المواضيع العطفية لدرجة أن العالم كله متعاطف وده بأمر الله يعني ربنا هو اللي حرك المناخ العالمي والعاطفي للشعوب فكلها تحركت الناس كلها تحركت لتأييد أو لدعم القضية دي لكن كل واحد هو عارف هيشتغل في أي زاوية أنا مش هطلع أشتغل في مسألة عاطفية غالبيتي الناس بشتغلوا فيها أنا بشتغل في زاوية رؤية الحكمة من الأمر رؤية ما قال الأمر ولذلك بتأخر عليكم عما شوفوا الصورة كاملة التأخر ده بالنسبة للبعض بيبقى عبارة عن حكم سلبي علينا وإحنا متعودين عادي على المسألة دي المهم أننا الوقت جاء أن أقلكوا صورة عن الصراع اللي حاصل الصورة دي طبعا مستخرجة من القرآن الكريم بتأني وتعمق في الأمر أول حاجة يعني على غرار العادة أو يعني بغض النظر عن اهتمامات الشعوب والأمم تأتي تلك القضية قضية فلسطين وقضية إسرائيل لتجمع شعوب الأرض الآن على قلب رجلين يعني العالم كله من شهرين كان متشتت كل شعب فوادي كل أمة فوادي كل حكومة فوادي فجأة يشاء الله سبحانه وتعالى أن يندلع أو يتجدد هذا الصراع وإذا بشعوب الأرض فجأة كلها بقى عندها قضية واحدة والحكومات بقى عندها قضية واحدة سواء هم الحكومات دول كانوا مؤيدين لإسرائيل أو مؤيدين لفلسطين أيا كان هم مؤيدين لمين بس الفكرة نفسها قدرت تخلي العالم كل واقف على وحابس نفسه واقف على قدم وساق لأجل الموضوع يبقى دايبين لك إيه؟ إن كل اللي بيحصل لا ترتب إلهي لما تلاقي إن العالمين كلهم وقفوا على الموضوع واتخدهم من الحق يعني كل شعب كان مشغول من شهرين بحاجة لا كله اتخذ مرة واحدة وبقى مركز في موضوع واحد يبقى تعرف إن دي آية من آيات الله اللي بتحصل لوقتي عود نفسك دايما لما بقى في حاجة عالمية أو كده وتاخد الناس غصبا عنهم من آية كان هم بيعملوا إيه؟ يبقى دي تعرف إنها آية لأن آيات ربنا لما هاتيجي على الأرض زي مثلا انتدبى لما تخرج زي طلوع الشمس من مجربها إلى آخر من الآيات الكبرى العالم كله سيتوحد البشرية كلها لن تتكلم إلا عن الآيات اللي هاتيجي من الله عز وجل زي الآية اللي إحنا بصددها الآن لازم تتعامل مع القضية دي على إنها آية وعلامة من علامات الساعة مش صراع ما بين اتنين ناس توطنت عند ناس والمسألة السطحية دي طيب اللي أنا هقوله الوقتي هجاوب على عدة أسئلة منطقية بتطرق على بالنا كلنا لما كنا بنشوف القضية دي والخناء دي أول سؤال ليه بني إسرائيل اللي إحنا عارفين قصتهم اتشتتوا في الأرض وبعدين رجعوا الأرض في فلسطين وزي ما إحنا عارفين إن الفلسطينيين كانوا موجودين قبلهم موجودين قبلهم من زمن جدا ليه بقى بني إسرائيل عندهم ده السؤال الأول ليه بني إسرائيل عندهم نزعت التوسع مش بس على أرض فلسطين وإنما للعالم كله زي ما إنتوا عارفين إن بني إسرائيل مش طمعانين بس إنهم ياخدوا غزة أو أو الضفة أو أين كان الأراضي الفلسطينية إنتوا عارفين إن المخطط بتاعهم يعني زي ما هو معلم في كل مكان إن هم من العراق لمصر واضح إن ده كان مخطط صغير بالنسبة لهم لأ هم بعد كده قالوا من العراق لشمال إفريقيا كله بعد كده قال لك لا إحنا كمان كنا في اليمن والجزيرة العربية فكمان يعني الوطن العربي الوطن العربي كله مع إن هم في الوقت اللي هم بيقولوا في الكلام ده متملكين ومتحكمين في أقوى امبراطورية على سطح الأرض وهي الولايات المتحدة الأمريكية فالسؤال الوقت الناس دي ليه عندها مع إنها عددها قليل جدا ليه عندها نزعة حب الأراضي كده والبلاد مع إن عايشين فيها ناس هم عمرينها وكتار الناس اللي عايشين في الأرض دي ليه بني إسرائيل عندهم المشكلة دي مشكلة الرغبة في أرض الغير بعنف وبقوة الموضوع ده حصل عند بني إسرائيل في الجيل الأول لهم أيام النبي موسى ارجع بقى كده على فكرة كتير من الأشياء اللي بني إسرائيل بيعملوها اتحسمت وتحكمت وتكتبت أيام سيدنا موسى فنرجع كده لأيام سيدنا موسى هتلاقي إن بني إسرائيل لما عصوا موسى وعبدوا العجل وحرفوا أوامر ربنا وهي لسه نزلالهم بعد ما نجههم من بطش فرعون ربنا سبحانه وتعالى حكم عليهم حكم ما حدش وقف على الحكم ده كتير الحكم ده هو سبب البلاء اللي البشرية عايشة في الوقت إيه هو ربنا بيقول إيه وضربت عليهم ضربت يعني دي حاجة إيه الفعل زي ما بيقوله في اللغة العربية فعلا مبني المجهول يعني حاجة غصبا عنه وضربت عليهم الظلة والمسكنة ونقع بقى عند كلمة المسكنة دي فبني إسرائيل من الجيل الأول لهم من أيام النبي موسى اتضربت عليهم اتحكم عليهم بالمسكنة طيب يعني إيه المسكنة انت عارف طبعا إن فيه فئة من الناس اسمها المساكين المساكين الذين لا أرض لهم ولا مأوى ولا بيت ولا منزل لهم اللي هم بيباتوا في الشارع الناس اللي بتنام في الشارع دي اسمها المساكين وبالتالي في حاجة اسمها المسكنة المسكنة يعني إيه إن ما عندكش أرض تقويك أو بيت أو منزل ما لكش انتماء لأرض بعينها دي اسمها المسكنة خد بالك إيه ضربت علي وبالتالي أصبح بني إسرائيل في عمق جيناتهم الوراثية عندهم بلاء أو مرض اسمه المسكن عرف لو هو خد أرض يعني الولايات المتحدة الأمريكية بكل ما فيها من مساحة وجغرافيا إلى آخره وجيولوجيا وقوة وبني إسرائيل متملكينها ومتحكمين فيها بالكامل هيشعرون أن هم ولا حاجة عايزين أكتر من كده لو تملكوا الوقت زي ما هم متملكين في أرض فلسطين أراضي كتير فيها برضو هيحسوا أن هم ولا حاجة شوف لو امتلكوا اليابسة قاطبة جميع قارات العالم مع أنهم يشوف قد إيه سيشعروا أن هم برضو أسلي ده حاجة زي مرض وموضوع المسكنة ضربت عليهم ده حاجة غصب عنهم عارف لما واحد يبقى عنده مثلا مرض الصرع فغصب عنه بتلاقيه بيقعد يتشنج يتشنج جوه مش واعي يعني ما يقدرش يوقف الحكاية دي ده حاجة اتحكمت جوه نفس الفكرة عندهم هم عندهم ضربت عليهم يعني حاجة عارف زي أهل الكهف كده ضربت وضربنا على أذانهم في الكهف سنين عددة يعني خلاص لن يستطيعوا أن يسمعوا وهم نيمين في الكهف نفس الفكرة ضربت فعل الضرب ده لما يبقى موجود في الصفات الوراثية يبقى ده معنى أن مهما عملهم ومهما امتلكهم ومهما كانوا بيحكموا مساحات سعسعة من الأراضي لن يستطيعوا أنهم يشعروا بالانتماء وبالاستقرار بقى عارف بقى إحساس الاستقرار ده اللي هو الاستقرار الأرضي مفيش ضربت عليهم الزلة والمسكنة وبالتالي والله لو امتلكوا العالم كله ولو امتلكوا الأليابسة جميعا ولن يستطيعوا طبعا سيشعروا دايما أنهم مش مكفيهم ومش حاسين بالأمان في أي أرض هم عاملين زي الضيوف في جميع الأراضي والبلاد طيب يبقى إذن ده ده إيه من قبل ما يدخلوا الأرض المقدسة من قبل أصلا ما يعتبوه ضربت عليهم الزلة والمسكنة وهما كانوا أيام سيدنا موسى بعد قصة البقرة وقصة العجل وقصة العيون اللي انفجرت والمسائل ده كلها ده كان أول سؤال السؤال ده هيودنا للسؤال الثاني بعد ما هم الوقت عندهم الصفة بتاعت المسكنة دي وبيحاولوا يعوضوها بامتلاك أي أرض يعني عود نفسك دايما اليهودي أو الإسرائيلي أو اليهودي أي أرض مش فيها أي جد من أجداده في أي زمن يقولك ده بتاعتي يعني أنا هجبها لك بطريقة هزلية شوي عارف حمام حمام يدخل واحد منهم يقضي في حكته من ألف سنة يجي الوقت يقولك الحمام ده ديالي ويقاتل العالم كله عشان ياخد الحمام ده إيه ده وأنت أي بلاسة عديت منها خلاص بقت بتاعتك وهم أساسا في جميع الأراضي والبلاد عبارة عن ضيوف ليسوا أصحاب الأرض ولكن أولئك الضيوف عندهم بقى ده اللي هيبان في النقطة التانية عندهم خاصية خطيرة جدا ظهرت في الرعيل برضو التاني الرعيل الأول اللي هو كان أيام موسى اتضربت فيه مزدلة والمسكنة الرعيل التاني بقى أو الجيل التاني الجيل بتاع سيدنا داود تخيل معايا سيدنا داود عليه السلام تاني حاكم لبني إسرائيل يعني لازم نبص لسيدنا داود من نظرتين نظرة أنه نبي وأنه شخص صالح ونظرة تانية أنه حاكم ممثل لبني إسرائيل ما تنساش الحيطة دي كويس أنه إيه أنه حاكم إسرائيل سيدنا داود إذن تصرفات النبي داود قبل ما يبقى نركز على قضية النبوة تصرفاته كحاكم لبني إسرائيل هتبقى إيه هتبقى لمصلحة بني إسرائيل ده حاجة ما تزعلش أحد طيب ممكن وارد أن النبي داود عليه السلام يتصرف تصرفات بني إسرائيل كلهم عايزينها وتطلع التصرفات دي منافية للوحي فيقوم إيه اللي يحصل ينزل الوحي يقوله خد بالك غلط اللي بيحصل لأن لازم نبص زي ما بقولك لسيدنا داود من نظرة أنه هو حاكم يهودي وفي نفس الوقت عبد صالح طب حاكم يهودي يعني إيه سيحكم بما تقتضي المصلحة اليهودية الإسرائيلية مش كده ده كلام منطقي خالص ولكن لو حاد عن الصراط المستقيم لأنه بقى عبد صالح فينزل الوحي عبد الله هو ده اللي حصل ده إيه ده تاني حاكم لبني إسرائيل إيه اللي حصل بقى زي ما بني إسرائيل دايما عندهم ثقافة الاستيطان اللي هو إيه تعدي على أراضي الغير لدرجة أنهم مستعدين يتعدوا على اليابسة جميعا والبر والبحر أيام النبي داود في الجيل الثاني والثالث لبني إسرائيل حصل نفس المشكلة فبني إسرائيل ساعتها في حكمة النبي داود توسعوا جيولوجيا وجغرافيا لن نلوح الحديد وبقى عندهم تمكن أقوى من من أقوى من الفلسطينيين الفلسطينيين كانوا في الوقت دا خارجين من بعدها بفترة من هزمة الإسرائيل اللي حصل بتاع بني إسرائيل والقوم الجبارين فما كانش لهم أي تأثير المهم فوصل في عهد النبي داود إن بني إسرائيل أصبح لديهم كل شيء والتانيين اللي موجودين معهم اللي عايشين دايما معهم وعلى فكرة دايما ربنا ما بيخليش بني إسرائيل يعيشوا في أرض لوحدهم دايما بيدخل معهم حد عشان يبقى شاهد على أعمالهم السودة دي فدايما ما بيع يعني لو بصيت بسعى لمصر هتلاقي يملأ مصر المصريين لو بصيت للعراق هتلاقي يملأ العراق العراقين لو بصيت لأرض فلسطين لن تجدها فقط للفلسطينيين ولا فقط للإسرائيل دايما ربنا بيحطهم شهود على بط المهم فحصل إن بني إسرائيل في ذلك الوقت من الثقافة الاستيطانية والتوسعية في جميع المجالات التجارة والزراعة والأرض وكله أصبح لديهم كل شيء ومش سايبين للطرف الآخر أي شيء فإيه اللي حصل وسيدنا داود إيه باعتباره حاكم لبني إسرائيل ماشي مع المخطط الإسرائيلي اليهودي هم عايزين يتوسعه ويتملكوا كل شيء فهو ماشي من نحية معه لأنه هو حاكم عليهم ولكن لأنه بقى من نحية تانية عبد من عباد الله الصالحين ينزل الوحي على النبي داود عليه السلام ويقول له إيه يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس قل بالك هنا بين الناس دي الناس يعني بين إسرائيل وغيرهم بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله طب إيه اللي حصل طب ليه الأمر دا ينزل الأمر دا لما تيجي تشوفه لو مثلا تكلمنا عن ذي القرنين ذي القرنين مع إنه مش نبي ما نزلش عليه الأمر دا شوف زيه القرنين مع إنه ليس نبي زي النبي داود ولكن لم ينزل عليه هذا الأمر ليه لأن سيدنا داود بيحكم أمة هو دا سلوى طيب لدرجة إيه بقى اللي حصل إن في يوم الأيام سيدنا داود أنا قلت لك عبد الصالح غير إنه ملك لليهود هو عبد الصالح فكان قاعد في المحراب بيتعبد لله هنا بقى لأنه في حالة الخلوة مع الله سبحانه وتعالى فهينزل التعديل اللي يبين له إيه الفرق ما بين الحق وما بين مجملة اليهود وده إيه ده حاكم اليهود شوف شوف إزاي فينزل ملكين في صورة خصمان وهل أتاك أنا بقى الخصم إذ تصوروا المحراب المنطقة دا كيتمنيع ما حاش بيعرف يدخل له ما حاش عاف يوصل له فالاتنين اللي عرفوا يوصلوا له دول مش بشر أصلا دول اللهم الخصم دول دوله كان ملكين تجسدوا للنبي داود عليه السلام عشان يدي له درس مهم جدا جدا في بداية حكم بني إسرائيل والأتاك نبأوا الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزي عمانه ده معنى أن النبي داود لم يكن يتوقع أبدا وده معنى برضو أنهما مش بشر لأنه لو كانوا بشر كان هيسمع خبط كان هيستأذنهم كان كان الحراسة هتمنعهم إنما دول ملكين خبط لازق دخلهم ففزع منهم قالوا لا تخف خصماني بقى بعضنا على بعض سبحان الله عز وجل الخصمين دول هيدربوا لنا تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من بداية وجود بني إسرائيل هنا خصمان أهي تخيل بقى واحد منهم بيمثل اليهود والتاني بيمثل الفلسطينيين خصماني بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق طيب واحد فيهم هيتكلم اللي هيتكلم اللي هو المستضعف المستضعف اللي خلاص يعني أنت لما تبص الوقتي مين اللي صرخته ماليا الجو الفلسطيني لأنه هو المستضعف فده اللي تكلم أو بالأحرى ده الملاك اللي مثل دور الفلسطيني هو اللي اتكلم هو اللي خد الميكروفون فقال إيه هذا أخي له أوه ده بقى اليهود تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلني وعزني في الخطاب آه ده إيه بقى هي الحكاية دي بتاعة الملاكين دول أو الخصمين دول جاية لعبد صالح هو ملك على اليهود من فراغ واللي جاية وتوصل لنا أن دي هتفضل قضية اليهود إلى قيام الساعة بيقول له إيه أخي ده له تسع وتسعون نعجة حرفياً الآن بني إسرائيل في العالم يملكه تسعة وتسعين يعني لو افترضنا أن العالم ثرواته مية في المية بني إسرائيل يملكونا الآن تسعة وتسعين في المية منه أنت متخيل تم تمثيل تلك الثروة في النعاج أخي له تسع وتسعون نعجة خلاص تعايز إيه تاني أنت معاك كل حاجة ولي نعجة واحدة وهو طمعاً فيها وعايزة فقال أكفلنيها وعزاني في الخطاب ففي الحالة دي سيدنا داود بشكل تلقائي لأنه هنا بقى الصراع جاله مفصولاً عن هويته عن قوميته عارف لما أنت بتخرج برى الصندوق بتشوف الصورة صحة طب لما بتبقى جوا الصندوق ما بتشوفش الصورة صحة فالوقتي الصراع اللي جاء قدام النبي داود عليه السلام كان هو بقى برى الصندوق دخص من قدامه ده عنده تسعة وتسعين وده عنده نعجة واحدة وده عايز منه طمعاً في الواحدة فسيدنا داود لأنه بقى برى الصندوق قال له إيه؟ الرد البديهي قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجة وإن كثيراً من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض شوف هنا بقى النبي داود عليه السلام طلع الحكم المنطقي الصحيح لأنه برى الصندوق وبعدين بقى سيدنا داود أم إيه؟ الملكين خرجوا اطهاروا كده من قدامه وبعدين قال لي إيه ده؟ هم من دول وجمليه وإيه؟ إيه الرسالة اللي بتوصلني من ورى المشهد ده؟ هنا بقى وظلنا داوده أنما فتناه فاستغفر ربه استغفر ربه يعني إيه؟ يعني كان في حاجة معينة بتحصل في الوقت ده مشروع معين بنا وإسرائيل بيعملهوه والنبي داود أو الملك داود كان ماشي معهم في الخط وكان دا غلط وكان دا كان دا بالضبط زي التسعة وتسين كان هم بقى بني إسرائيل في الوقت دا عندهم التسعة وتسين نعجة وعايزين النعجة الوحدة دا الوحدة دي بتاعت الرجل الغلبان التاني فحصل بقى المشهد اللي احنا شفنا دا لكي يتعلم مش العبد الصالح داود عليه السلام لا الملك على بني إسرائيل داود لكي يتعلم إن كفاية لغاية هنا كفاية لغاية هنا انت خلاص خطة تسعة وتسعين انت عايز إيه تاني انت عارف يعني انت عارف يعني إيه تاخد مية في المية انت لبقى تخطة تسعة وتسعين دا أقصى رقم للثروة الواحد في المية اللي باقي دا لا يجوز شرعا لك إنك تاخده لأنك لو خدته يبقى أنت بتحكم على الباقي دا بالموت لأنه لن يتغزى عارف لما يبقى فيه في مشروع استثماري أو في السوق في أي بلد حيتان كبار مسكين لغالبيت السوق يجب أن لا يتعدى نسبة امتلاك الحيتان الكبيرة للسوق تسعة وتسعين في المية ما ينفعش توصل مية في المية لأن لو وصلت مية في المية يبقى الناس الكتير الباقي دي علما بأنهم عددهم كبير يبقى أنت كلت كلت قوت يومهم فهنا دا الموقف التاني يبقى الموقف الأولاني أو النقطة الأولانية إن في الجيل الأول ربنا حكم عليهم بإيه؟ بالمسكنة وبالتالي المسكنة دي مهما امتلكوا من أرض هيفضلهم حسين إنهم لا تكفيهم النقطة التانية إن تكررت الحكاية أيام النبي داود عليه السلام عن طريق قصة التسعة وتسعين نعجة والنعجة التانية طيب يقوم يحصل إيه بقى؟ الناس دي قولنا إنهم عندهم مشاكل بناء إسرائيل عندهم مشاكل ومشاكلهم أعية العالم يعني خد بالك إن العالم الوقتي الدول كلها الوقتي لو عايزة تحل قضية فلسطين وإسرائيل دي لن تستطيع شوف جبروت الأمم روسيا الصين أمريكا فرنسا أنجلترا والله الأمم بجبروتها لن تستطيع حل النزاع ما بين أبو تسعة وتسعين نعجة وبو نعجة واحدة الصراع دا موجود من زمان جدا من قبل ما يبقى فيه دول فلن يستطيع حل هذا الصراع سوى رب العالمين وسنن وبقى اللي بنكلم على الوقت طيب يستمر في الحكم في قصة التسعة وتسعين بقى والتملك القوة دا بنوا إسرائيل وطبعا في الوقت دا ما كانوش عندهم التسعة وتسعين نعجة والملك والقوة والجبروت دا ومؤمنين صالحين لا دا كانوا كل ما تشهدوا البشرية من أعمال سيئة ومدنسة وفي هنا برضو نقطة هتكلم عليها ربما في فيديو جاي أرض فلسطين الأرض دي إيه حكايتها الأرض الجيولوجيا في إيه إيه المغنطة اللي خلتهم يروحوا الأرض دي بالتحديد شو معنى الأرض دي هنتكلم عليها في نقطة تانية لأن الزنب أو المعصية أو القتل أو الصلاة في أرض فلسطين بخمسمائة ضعف يعني وبالتالي بقى طالما الصلاة هناك بخمسمائة ضعف يبقى القتل أو الزنب أو المعصية بخمسمائة ضعف زي فكرة كده المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف يبقى المعصية عند المسجد الحرام بمئة ألف ضعف فدي قضية نتكلم عليها بعدين إن شاء الله في فيديو جاي ولكن خلينا رجع الوقتي للنقاط الاجتماعية والإدارية والسياسية فبنو إسرائيل خلاص وصل قاعدين بقى زي الراجل أبو 99 نعجة قاعدين بيظلمهم في الراجل أبو نعجة واحدة ده لغاية ما حصل إيه ربنا سبحانه وتعالى دايما بيوقع الطاغية والظالم بقى أصغر وأضعف يعني طرف يعني لا تتوقع إن الله هيوقف بنو إسرائيل الوقتي في العالم ويزيل شوكتهم إوه هتتوقع إنه الغرب أو الشرق أو الدول العربي أو الدول العربي إوه هتتوقع كده بنو إسرائيل أو الظالم اللي بيبقى عنده الجبرود ده لا يقع إلا بأدق وأدفه يعني مش هازم نقول أدفه ولكن بأضعف أضعف الأشة واحدة هي اللي بتوقع الظالم اللي بالشكل ده فبنو إسرائيل في الأجيال الأولى في الثمانين سنة الأولى يعني اللي كان فيها بقى طالوت وداود وسليمان وبدأ الفساد ينتشر بشكل قوي جدا هيوقعوا إزاي؟ هيوقع عن طريق الرجل بنعجة واحدة اللي أم الفلسطينيين يجب أن تتعلم ده بقى كلامه يعني أول مرة بقوله أن الفلسطينيين ذكروا في القرآن الكريم ده بقى تصريح لأول مرة بقوله ذكر الله سبحانه وتعالى الفلسطينيين في كتابه الكريم ولكن في سياق الصراع مع بني إسرائيل وإبطال هيمانيتو يعني لم يرد الفلسطينيين كقوم لهم نبي زي مثلا العراقيين مع النبي إبراهيم قوم يونس مع يونس لا ما وردوش الفلسطينيين في القرآن بالشكل التقليدي ده أنه شعب ولو نبي وبيعصوه بتاع لا هم وردوا في صورتهم المكملة هم وبني إسرائيل بيكملوا بعض في الصراع اللي احنا بنشهده فاين وردوا بقى؟ طبعا في قصة القوم الجبارين اللي هنرجع لها إن شاء الله تاني ولكن أنا عايز أتكلم عن الفلسطينيين بقى اللي وردهم اللي بقوا اللي مازالوا بقيين إلى الآن اللي وردوا في صورة الإسراء اسمع كده الآيات وشوف مدى تطابق الآيات دي مع الفلسطينيين بالتحديد ومع الواقع اللي احنا عايشين في الوقت ربنا بيقول إيه وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدون في الأرض مرتين والحمد لله أنهم مرتين فقط لأن الناس دي لو أفسادوا أكتر من كده يبقى يبقى أقول على الأرض السلام ده هما شوف على رأي فرعون إنهم لشرزمة قليلون وإنهم لنا لغائزون شوف فرعون من آلاف السنين وكان يعني مسك أرش ملحتهم المهم فربنا بيقول إيه هتفسدون في الأرض مرتين ماشي فإذا جاء وعدوا أقول هما بعثنا كلمة بعثنا دي دليل على إيه إن الناس اللي هتطلع تبطل هيمنة بني إسرائيل ناس مش باينة كانوم من تحت الركام عارف كلمة مش أرسلنا عليكم عبادا لنا لا عارف بعثها يعني إيه يعني الحاجة اللي قدامك تبدو إن هي ميتة وركدة وهب خبط لازق كده تلاقي منها جيش خرج منها كلمة بعثة دي يعني حاجة شبه ميتة وهو ده فعلا اللي حصل وقت قمة مستضعفة شبه ميتة ما عندهاش جيش ما عندهاش أسلحة ما عندهاش طيران ما عندهاش وزارة دفاع ما عندهاش يعني شبه ميتة فجأة بيطلع منهم كأنهم بيبعثوا من الموت كده بعثنا عليكم يعني خد بالك بعثنا يعني ده فعل إلهي يعني اللي بيحصل لوقتي في فلسطين كل ده تحرك إلهي تدبير إلهي بعثنا عليكم عبادا لنا ودي قضية يعني الناس للوقتي اللي في فلسطين أو الفلسطينيين لما ربنا يقول عليهم عبادا لنا دي أعتقد دي وسام على صدورهم جميعا إن ربنا نسابهم له بعثنا عليكم عبادا لنا قولي بأس شديد هنا بقى في حاجة غريبة جدا قولي إيه؟ قولي بأس شديد كلمة بأس دي لما شفتها في القرآن وردت مع اليمنيين مع سبق عرف ملكة بلقيس قومها قالولها إيه؟ جيش جيش اليمن قال لما قالت لهم إن فيه أرسل إليه كتاب ألقي إليه كتاب كريم وابتاع قالولها إيه؟ قالولها ده جيش بقى دولة قالولها نحن قولوا قوة وقولوا بأس شديد حط كده الاتنين دول جنب بعض الجيش اليمني أيام بلقيس قالولها نحن قولوا قوة وقولوا بأس شديد دي بتبقى مواصفات الجيش الطبيعي اللي هو قولوا قوة زائد قولوا بأس حلو كده؟ يعني جيش جيش بني إسرائيل لأنه جيش طبيعي فهو قولوا قوة وقولوا بأس ده أي جيش طبيعي شوف بقى الآيات بتقول إيه؟ بعثنا عليكم عبادا لنا قولي بأس شديد فين قولوا قوة؟ مش موجودة هو حرفيا هل الوقت الفلسطينيين عندهم قوة؟ هو إيه الفرق بين قوة وبأس؟ عرف قوة يعني إيه؟ يعني دفاع؟ يعني مدرعات؟ يعني طيارات؟ دي اسمها قوة نحن قولوا قوة أما بقى صفات الجند صفات الجند نفسه دي اسمها بأس فرق ما بين الاثنين فأي جيش ببقى عبارة عن قوة زائد بأس نحن قولوا قوة وقولوا بأس شديد البأس ده اللي هو بقى صفاتنا النفسية كجنود شوف يا ربنا بقول إيه؟ بعثنا عليكم عبادا لنا مش قولوا قوة لأن فعليا الفلسطينيين ما عندهمش قوة قولوا بأس البأس هو ده السلاح بتاعهم هو ده اللي بيتطاق شوف الفلسطينيين مذكورين في صورة الإسراء بالحرف بعثنا عليكم عبادا لنا قولوا بأس شديد وشوف بقى المفاجأة التانية دي فجاسو خلال الديار هو الوقت الفلسطينيين لما بيحربوا الإسرائيليين بيحربوهم بحرب مكشوفة جيشين قدام بعض ولا من وسط البيوت المهجورة والأنقاض بالحرف زي ما صورة الإسراء بتقول فجاسو خلال وخد بالك كلمة جاسو دي فربنا بيقول إيه؟ فجاسو خلال الديار ده معناه إن المرة الأولانية المرة الأولانية اللي حصلت من عشرات القرون اللي الفلسطينيين أزالوا فيها هيمنة بني إسرائيل كانت بنفس الطريقة اللي بتحصل الوقت لأن هو بنصل بدقة الكلمات للفلسطينيين ما عندهمش قوة ما عندهمش جيش ما عندهمش أدوات الجيش الطبيعية فهما بس عندهم البقس الشديد طيب أنت ما عندكش القوة الطبيعية هل هتحارب حرب مكشوفة؟ هل تقدر تحارب حرب مكشوفة؟ ما تقدرش وبالتالي بتحارب حرب إيه؟ خلال الديار بالزبط زي ما بيحصل الوقت وده مش جديد عليهم يعني الطريقة اللي بيعملها الفلسطينيين الوقت في مجابة بني إسرائيل دي مش أول مرة يعملوها ده عملوها من كورون يعني أعتقد كده أولا تصور زمان كانوا برضه بيتخبوا في بيوت أو بيتخبوا في أذقة معينة ديقة ويعدي جنود من بني إسرائيل كده طبعا كانت الحروب ساعتها بالسيوف وبتاع ما كانش لسه زي الوقت فيقوموا إيه؟ يضربوهم ويقوموا يختفهم كان هم بيقبوا من على وش الأرض للحظات وبعدين يختفوا ما يعرفوش هم بيطلعوا من واحدة 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 لغاية ما خلصهم وأزالوا كبرياء ذلك أو تلك الأمة فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا حلو كده ثم رددنا لكم الكرة عليهم من أكتر الناس الآن تعرضوا لظلم وبطش بني إسرائيل بشكل يعني مباشر إحنا كلنا على فكرة في العالم تعرضنا لظلم وتظلمنا من اليهود جميع الأمم في العالم تعرضت بدرجة من الدرجات لإفساد لأن ربنا قال لا تفسدونا في الأرض كلها مرتين فإحنا كلنا تعرضنا للإفساد بتاع بني إسرائيل الكيمتر اللي بترمى في الجو الكورونا الحاجات اللي كانوا كل شوية بيطلعوها الأمراض اللي عملوها مسائل دي كلها وهنرجع هيبقى لينا حلقة إن شاء الله جاية مش عايزة أحرق وعشان بس ما يحصلش حاجة ما نقطعش المهم أرجع للي كنت بقوله فهنا ربنا بقول إيه ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم كل ده ربنا اللي بيعمله خد بالك من إحنا اللي عملنا أمددناكم رددنا لكم الكرة عليهم ربنا هو اللي بيعمل كل الحاجات دي ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرة بعدين بقى نحطوكم في اختبار إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة والآيات بتكمل ما قالش إيه بعثنا عليكم عبادة من جديد لا هم هم ليسوق تحس كده الألفاظ الأفعال مكملة على نفس الضمير عائد على مين على العبادة لنا اللي قولي بأس مش قولي قوة الحتة دي مهمة جدا اللي هم بيقضوا على بني إسرائيل إزاي بالطريقة بتاعت فجاسوا خلال الديار من البيوت المهجورة والأنقاض محدش يعرف يشوفهم أصلا فربنا بيقول إيه فإذا جاء وعده الآخرة هنا بقى هيحصل ثلاث حاجات هيكملوا زي المرة الأولى برضو هيجوسوا خلال الديار وكلمة جاسة دي عارف بيجي منها كلمة جاسوس جاسة؟ جاسوس الجاسوس ما حاش بيشوفه ما حاش بيتوقعه بيبقى ماشي وما حاش عارف إن ده جاسوس هي نفس الفكرة جاسوا خلال الديار يعني اتحركوا بطريقة خفية بطريقة غير لا يمكن تتبعه مع إن فيه تكنولوجيا الرصد ومش عارف إيه والنظام الحراري والكاميرات اللي بتتتبع الأوجه كل ده في شنك لما ربنا بيقول بعثنا عليكم عبادا لنا ويجاسوا خلال الديار يبقى إنسة بقى كل التكنولوجيا بتا إنسة ده شغل إلهي وشغل ملائكة فربنا بيقول إيه فإذا جاءوا عدوا الأخيرة ليسوقوا وجوهكم يبقى فينا ثلاث مراحل أول حاجة أن هما البيزيك أن هما هيخشوا برضو خلال الديار زي عادتهم وهيبدأوا يقضوا على بني إسرائيل من خلال الديار بشكل خاف كده هيبدأ بقى بني إسرائيل يحصلهم ثلاث حاجة يسوقوا وجوهكم اتنين يدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة الله ده بقى معنى إن كان في مسجد من آلاف السنين في الحتة دي ومعنى برضو إنهم اتطردوا من المسجد ده اليهود اتطردوهم من المسجد ده وإن نفس الفكرة بتتعقى الزمن بيعيد نفسه ووضح إن القضية دي من آلاف السنين برضو كان في مسجد وكان في طرد وكان فيه فكرة الهاجس وتحرير المسجد هو هنا مش موضح الآية مش موضحة هو إيه اسم المسجد هو قال إيه ولي يدخلوا المسجد هو ما قالش المسجد الأقصى هو قال لي يدخلوا المسجد يبقى واضح إن فيه مسجد عليه الإشارة وعليه الطلب دايما في القصة دي وفي الصراع ده فربنا يبقل لي نبدأ بقى نمسك الثلاث مراحل دي بقى اللي إحنا ده انت بتقول إيه لمستقبل الصراع الناس بتسأل لو إيه اللي هيحصل السنة الجاية الثلاث حاجات دول بدأوا يحصلوا خلاص أول حاجة ليسوق وجوهكم إيه يعني إيه يسوق وجوهكم أكتر سنة وأكتر فترة بدأت سمعت ورأس مال أي حاجة هي السمعة بدأت سمعت بني إسرائيل تتكركب وتتفضح وتتسوق يعني الجاية من السوق في العالم اللي بيحصل الوقت شوف ربنا شوف على فكرة ده كلام ربنا يعني من قبل ما الأحداث تحصل وهي مكتوبة كده في عالم الأمر فشوف عظمة القرآن عظمة كلام الله بالملي إيه اللي بيحصل الوقت لإسرائيل جوه إسرائيل وبرا إسرائيل في العالم كله فطح وتشويه وإساءة للسمعة لا مثيلة لها ليسوقوا وجوهكم يا سلام على التطابق دي أول مرحلة إذن العباد اللانا اللي يقولي بأس هيجوسوا خلال الديار بالطريقة المعتادة بتاعتهم فيفضلوا بقى يستنزفوا فيكم وتدخلوا وتتضربوا وبني إسرائيل يدخلوا ويتضربوا وبعدين يبدأ بقى صورة بني إسرائيل ليه ليه أول مرحلة يسوقوا وجوهكم يبقى دي تعرف إن قبل قبل ما يحصل الأحداث دي كان بني إسرائيل شغالين على تحسين سمعتهم في العالم بكتب وفترة هم أصلا دايما كدبين زي ما إحنا عارفين فبيستعملوا الكتب في إنه هم يحطوا نفسهم هم زي ما إحنا متعودين إن الكتب بتاعهم استعملوا في إنه هم اللي لهم الحق وهم الناس كلها غلط وهم اللي صح فهم استعملوا الكتب في إيه؟ في تلميع ويتحسين سرطهم وفرض فرض سمعتهم على العالم إنها دايما سمعة مقدسة يبقى أول حاجة هتحصل إيه في المقابل؟ ضرب تلك السمعة بس كده ليسوق وجوهكم وكل وش يهودي هيجي علينا زمن هيبقى أي واحد يهودي مش عارف يطلع وشه إنه يهودي ويباني قدام الناس يبقى إذن عملية إساءة الوجه دي أو فتح السمعة ستظل ممتدة من سنة 2023 دي بدأت الوقت خلاص ستظل ممتدة الشهور والسنوات الجاية إلى أن يصبح وش أو وشوش بناء إسرائيل عبارة عن حاجة يعني منفرة جدا للناس وبالتالي مش هيبقى لهم وش يطلعوا بيه عارف؟ لما بيقول لك إيه ده أكا يعني أزالة ماء وجهة أو زهب ماء ملوش وش يعفي تكلم أهو نفس الفكرة كده ليسوقه وجهكه أدي أول مرحلة الفكرة بقى بتاع تحرير المسجد دي موجودة هي في صورة الإسرائيل وليدخلوا للمسجد يبقى دي معناه إيه إنه هيحصل يعني الفلسطينيين هيحصل يفضلوا بقى يزقوا هيحصل انحصار عند بني إسرائيل يرجعوا الوراء ودول يزقوا لقدام ودول يرجعوا الوراء فيوصلوا للمسجد أهو بنص القرآن ليدخلوا المسجد أول مر وده المرحلة الثانية يبقى إذن ستظل اللي بيسأل إيه اللي يحصل هنفضل في تشويه السمع ده فترة طويلة الوقت إلى أن نصل إلى الستيب التانية اللي هي يدخلوا المسجد كما دخلوا أول مر أدي المرحلة الثانية المرحلة الثالثة بقى وليتبروا ما علوا تتبيرا هو إيه الحاجات اللي بني إسرائيل علوا بيها يعني ما علوا الحاجات اللي هي الأدوات التي على بيها بني إسرائيل على الأرض عارف مثلا المنطقة اللي فيها النووي بتاع بني إسرائيل دي منطقة من خلالها على بني إسرائيل وتكبروا إحنا عندنا نووي اللي يقرب مننا هنضربوا بالنووي دي حاجة من الحاجات اللي هم ما علوا بيها التكنولوجيا الأسلحة الدبابات الطيارات تخيل أن هيبقى فيه ناس فلسطينيين بيجروا طيارة حربية بتقدر بعشرات الملايين من الدولارات مش دبابة طيارة طيارة حربية بيجرها كده بحب إحبال كأنها معزة بيشدوه هو ده بقى يتبروا ويركبوا في الطيارة ويشوفوا ويدربوها من هنا عارف المشاهد اللي أنا بحكي لك التخيلية دي هتحصل هي دي بقى يتبروا ما علوا مش هي دي الطيارة اللي انتو رعبتوا بقى العالم مش هي دي المنشاقة النووية اللي انتو زلتوا بقى الأمم اللي جنبكم طبقه هي يلا افتح بقى وطلع الحاجات اللي فيها وطلع عرمي الورق اللي فيها وادة طيارة وكسر الجناح بتاعها كأنك بتلعب بلعبة عيال صغيرة وليتبروا ما علوا تدبيره سبحان الله على تلك الآية تعالا بقى اشوف فيه بقى تكملة في الآيات اللي بعدها ربنا بقول ايه كل ده ليه كل ده اخد بالك عسى يا ربكم أني يرحمكم والله لو فيه يهود منصفين وطبعا فيه بنسمع عنهم يهود أصلا معترضين على فكرة إقامة الدولة الإسرائيلية فيه يهود عارفين أن كل اللي بيحصل ده من إخوتهم اليهود غلط ربنا بقول ايه عسى كل ده يعني وجود الفلسطينيين وبأسهم ده رحمة لبني إسرائيل رحمة لهم من عقاب ربنا لأنه لما بني إسرائيل يعلو في الأرض بالشكل ده وإيه اللي هيجي لهم من ربنا البلاء والعقاب فربنا بيحط لهم الطرف اللي يبطل شوكتهم عشان يرحموا نفسهم من كل البلاء والسوداء اللي بيعملوه عسى ربكم أن يرحمكم فرحمة إذن كل إسراع الفلسطيني الإسرائيلي رحمة من الله شوف بقى التكملة وإن عدتم يا سلام مش عادو إيه را كويس وإن عدتم عدنا ربنا بيحذر بني إسرائيل بعد الفساد التاني ما يزول والفلسطينيين إن شاء الله يبطلوا ذلك الفساد بإذن الله ربنا بقى بيقول إيه لبني إسرائيل وإن عدتم لو فكرتوا ترجعوا تاني للتمكن اللي كنتوا فيه عدنا عدنا ربنا بتكلم بصيغة الجمع عدنا مش عادو هنا بقى كأن الفلسطينيين أصبحوا يعني جزء من التفعيل الملائكي لتدبير الأرض عدنا عدنا مش عادو خد بالك من صياغة الفعل وإن عدتم أنتوا يا بني إسرائيل عدنا كلنا بالملائكة بعالم الأمر بجبريل بتأييد الفلسطينيين بالعالم كله يبقى معهم وإن عدتم عدنا واجعلنا يا جهنم إلى آخر الآيات الكافرين حصيرة إذن إحنا قدام آية من آيات الله اللي بيحصل ده آيات من آيات الله أي نعم فيها جوانب عاطفية وإنسانية يعني بتعصر القلب زي قصف المنازل والأطفال والأطفال اللي بتموت وأمهاتهم وآبأهم والأسر اللي بتضيع كلها كل دي في ميزان وفي صحائف بني إسرائيل السوداء وربنا سبحانه وتعالى حكم عليهم أي نفس واحدة هتتأتل هيقتلها فرد من بني إسرائيل بتعادل البشرية كلها من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس نفس واحد فكأنما قتل الناس جميع عارف لو أي واحد فأي أمة قتل واحد بيجي يوم القيامة يتحسب له واحد أنت قتلت واحد بيسوي واحد إلا اليهود إلا اليهود قتلت الأنبياء لأنهم قتلوا الأنبياء لو قتلوا واحد بيتحسب البشرية كلها عند ربنا إذن من رحمة ربنا باليهود أنه يوقفهم بقى أنه يحرك يحرك ويدعم يعني خد بالك لو الفلسطينيين لم يأخذوا أي دعم من أي حد في العالم فده معنى أن إيه أن ربنا بيجردهم من دعم الأمم عشان الأمم تتمحص عارف اللي بيحصل ده بيمحص الأمم إحنا بقولك يعني آية من آيات الله وبالتالي الأمم بدأت تكشف وجوهها الحقيقية عشان ربنا وملائكته يدعمون الفلسطينيين إذن ما يحدث الآن آية من آيات الله وعلامة من علامات الساعة وده بقى الأصعب إن ده علامة من علامات الساعة لبني إسرائيل إن الساعة قربت ودخل علينا خلاص الساعة وفي نفس الوقت علامة من علامات الساعة لبيئة الأمم التي تقف شاهدة على التاريخ الذي أصبح وأوشك على الانتهاء ما يحدث الآن بيعني أن التاريخ الإنساني أوشك على الانتهاء ولذلك كان ربنا أو كانت قصة بني إسرائيل وسراعهم عقرب زي ما أنا قلت أبي كده من عقارب الساعة لكي يتطعز الناس ولكي يروا بأم عيونهم اقتراب الساعة مننا عسى ربنا أن يرحمنا جميعا أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يغفر لنا ويعني لا تدخل علينا الساعة إلا ونحن مؤمنين ومحسنين ومصلحين في الأرض وصالحين وأن يعني أن ربنا سبحانه وتعالى عرف الصراع اللي حصل ده بقا يخلص بقا يعني الأرواح اللي بنشوفها كل يوم بتموت والأطفال اللي بنشوفها وبتعصر القلوب يعني نفسنا بقا يعني خلاص الآيات إحنا عارفين إيه لا يحصل بس أنا أتمنى أن يحصل خلاص بقا خلال شهور تتم آيات يعني آيات صورة الإسراء دي يبقى مدهز زمن شهور مش سنين نتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى أسرع الحاسبين أنها تتم بظرف يعني شهور وليس سنوات طويلة لأن خلاص هم يكملوا 75 سنة يعني فضل كام عشان يكملوا 80 سنة يعني خلاص إحنا في الوقت الضايع التسعين دي قابة تلمتش خلصت إحنا في الوقت البدل الضايع اللي بيبقى المباريات الإضافية إحنا إنما وقت المتش الأصل خلص فنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويرحم كل من سقطوا من الأطفال والرجال والنساء والكبار وكل من ماتوا في هذا الصراع لدى الفلسطينيين المستضعفين وأن يؤيدهم وينصرهم ويرينا تلك الآيات ويرحم اليهود وبني إسرائيل من أنفسهم ومن أعمالهم لأن هما كمان فيهم ناس مصلحين وصالحين ولكن لا يظهروا أبدا في تلك الحالة السيئة الغالبية من اليهود عايشين فيه شوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جاية وبذكركم إن إحنا عندنا دورة خطيرة جدا ومهمة جدا شغلين في هذه الأيام من الدورات الفارقة يعني قبل ما الدنيا تقفل وتتلم كده أنا إحنا بنقول الساعة دخل علينا يعني إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها إحنا من أواخر الفسائل على ما أظن يعني اللي بنغرسها دورة من الدورات في علم ما تعرفش عنه حاجة باسم معلم الأرقام والأعداد هتبقى يوم من 2 ديسمبر الرابط موجود أسفل الفيديو ونشوفكم على خير في الفيديوهات الجميلة بتاعتها والاكتشافات اللي بتطلع فيها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته